استاذ احنا شر التب انا اقول لك انت وظيفتك يا بعد قلبي ثلاث شغلات السويها بالامتحان شنو هاي الشغلات اللي اسويها بالامتحان يردون من عندك ان تخلي بالاخير اهنانا بهالمكان هذا تخلي حرف جر بالوسط راح تخلي ضمير وبالبداية تخلي فعل اخف تنسوها اتذكروا هذا الترتيب مال فضحة الفا حرف الفا للفعل والضا للضمير والحا الحرف الجر قبل شوية انا اعرفها من كلمة فضحة طيب تعال خنشوف هذا شفضيح ما فضيح انا اقلكم شفضيح اليوم حسب كل الشي معلقى اوكي حروف الجر لازم تعرف حرف الجر يكون بالاخير اللي هي الان والاب والاوي والداون هذا اني حروف الجر يجب ان تكون بالاخير هذا اني حروف الجر لازم تكون بالاخير اكه اكه اسف اوي اوي دعو حروف الجر بالاخير زين بالوسط شكوا بالوسط تخلي الت وتخلي الذن تخلي الت وتخلي الذن زين والفعل الفعل ما يحتاج تقرأ ليش ما يحتاج هو الكلمة الأخيرة اللي راح تبقى عندك هي هاي الفعل أعيد أعيد منطوق السؤال هو order يريد من عندك ثلاث أشياء حرف فجر تخليهن بالأخير وبالوسط تخلي ضمير وبالبداية تخلي الفعل حروف الجر اللي هين ذن الأربع ركز لعليهن الأون والأوي والأب والداون الظنائر هي الات والذن يبقى عندنا الفعل تعال ياابه فهمنا شون يجي السؤال تعال خلينا نشوف شون يجي السؤال عندنا مثلا هنان هاي جملة وزارية راح أخذها هي ومنطوق السؤال مالتها ونروح نجيبها وين نجيبها هنانا إذا ملاحظين شبابنا إذا ملاحظين إنه مطيني منطوق سؤال اسمه order وبعديا بعديا أنا عندي كلمة order يرقل لي رتب شارتب اترثبون فقط ذن الكلمات الثلاثة بشلون يابا أرتب هن ذن الكلمات الثلاثة مثل ما أعلمتكم راح تخلون حرف الجر بالأخير من هو حرف الجر اللي هو الأون هذا لازم يصير بالأخير الضمير هذا الذن راح يصير بالوسط شي بقى عندنا يبقى عندنا الفعل try try يصير بالبداية هذا اللي تحتاجوه فقط بهذا الموضوع ناخذ مثال آخر هذا نبطي لقم واحد ناخذ مثال آخر مثال وزاري آخر هذا سهل سهل شغلة جديدة يالله هنا سيشي هاي الجملة الوزارية وهذا المنطوق السؤال ما لدها شي يقل لي يا با يقل لي يا با أريدك ترتب لي ذنني شلو نرتب هنا هاي ما أدري قال لنا سوينا order أنا لازم أعرف أنه حرف الجر يجب أن يكون بالأخير من هو حرف الجر اللي هو الأب هذا الأب لازم أنا أجي أشمره بالأخير وين هنا أنا بالوسط لازم أخلي الضمير أنا عندي it شبقى عندي بقى عندي الفعل take ها الله هذا الفعل take يصير بالبداية صار عندي take it up زي أنا هسا شنو خلينا نختبر الشباب الأعزاء شبابنا راح أطيكم جملة حضروا ورقة وقلم وهاي الجملة أنتم تحلون نياها بدون ما نصلفون بس حلوها يمقوم بعدين أنا أحلها وحتى نشوف أنتم شغلكم تمام لو ما افتهمتوا واللي عندها غلط بعدين نشوف شنو السالفة خلينا ناخذ من 2022 تمهيدي اللي امتحنتوا بيها هاي الجملة اللي يجدكم بالتمهيدي هاي الجملة اللي تحبوها كلش يجدكم بالتمهيدي فيالله راح نطيكم مجال دقيقة نص دقيقة هاي دقيقة فهاي الجملة أريدكم تعلوها مطلوب السؤال مالت هو أوردر يالله الشغل كله يمكم أكو جماعة قاعدة يحلوها بعقولهم يقول والله أنا أحلها بعقلي عيني عقلك ما يقدر صحح حاليا والعقل خداع صاحبه دورات أنت تخدع نفسك بعقلك في اكتب بالورقة حتى الورقة تكون حكم عليك جيد وراء ما خلصنا احنا نعرف انه حرف الجر يجب أن يكون بلا خير من هو الأب هذا حرف الجر يجب أن يكون بلا خير وبالوسط يجب أن يكون الضمير ات نعم هذا الضمير ات اش بقى عندي بقى عندي التوك هذا في البداية يصير زين استاذ بقية الجملة أنزلها لو لا والله تنزلها ما تنزلها ما راح يحاسبوك هم يحاسبوك على ذنة الثلاثة من يقول استاذ يحاسبون على ذنة الثلاثة والله مو أنا أقول الوزارة تقول شلون استاذ الوزارة تقول هس راح نطلع لك اسئلة وزارية ما تردد نفتح لأسئلة وزارية ما درد يش يلا يابويا كتاب انجليزي ملزم أسئلة ما عنده سئلة وزارية بس هما راح يحاسبوك على ذنة تريد تكتب السؤال تريد ما تكتب أنت حر بعد وما خلصنا شرح هذا الموضوع خلينا نشوف أسئلتكم اللي عنده سؤال بله كاتب إن يقين يقين أولي كم شوليها يقين هاي 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 كم شوليها كم شوليها وين ها هي واحدة من اثنين يا اما انت قاعد تحلين غلط لو الكيبور ما تل موبايل ما تش ما يش تغل ليش ما طاب ق تنهي ليش ليش بعد عافية عافية بالشبا وارد ثواني what you want i can't wait it's so you have to try i try it but it's so hard okay when i finish i will teach you now i want you to go هل تريد أن تذهب إلى الغابة؟ نعم حسنًا عندما أخبر سأذهب معك الآن عليك أن تذهب لا، إنه أمام إنه أمام سوف تقتلك لا، إنه أمام لا، أذهب أذهب إلى أمام أسف 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 شباب نجحنا أنا نفتح الماء ونشوف أنت أرحب أشخاص لا والله هذا ابنة يح Schlالفة عنك يفكر أستاذ والله المحادثة لم يspeed المحادثة ينطلق أعلم عمره أربعة السنين وحتي أبيا انجليزي الله أكبر هو أستاذ عزيزي أخاري إيش لماذا تدبرت هذا علم إنجليزي هذا سؤالي يقول إذا لازم لازم شوان وصويت هو بدي أشتويا بالكلمات وبالحروف وشوية شوية صعدتويا السالفة طويلة أستاذ عزيزي أنا والدتي مدرسة إنجليزي وبحث كل ما شوفني الإزم الأر ما عرفها بدأت تخنو بني حيل وياتش والله حيل وياتش حيل وياتش والله حيل وياتش والله يلا شباب من عندها سؤال بالموضوع واضح الموضوع أستاذ شكرا إليك جيد هسا راح نسدي المايك حتى الروح المجموعة الثانية واضح موضوع شكرا أستاذ نروح للمجموعة الثانية يلا شباب المجموعة الثانية وين راحوا هنا عندنا أربعة شباب علي عباس ومستر آيون وراكو وزهر عباس بعدكم سؤال أم بين معتهم سؤال شباب المجموعة الثانية نروح لمجموعة الرابعة الثانثة أصف بس موسام بالمجموعة خطية وسام ها وسام قول عندك سؤال انتهنا متشنس وحدك قاعد موسام بس الجيميل بدي يطلع بسام يلا عادي عندك سؤال لا سلامتك بس سؤال يعني هاي سؤال يعني هالسنة ما مقدمة يعني بس سنت الجاي أقدم عادي أدرس وياكم مئة هلا كل الهلا بيجي وذا ترين جيبين أهلك وجماعتش عادي اهد مع السلامة بس خليشوف البقية وعدنا القروب الأخير القروب الأخير يا هلا بالشباب هنا قاعدين منتظرين من عندك سؤال كاتب إسرائيل لا يوجد السؤال البقية من عندك سؤال وهذا الموضوع ماكو إذن را نتقل إلى موضوع آخر خير السادش بهذا الموضوع الآخر تعالوا نشوف شن السالفة عندك يا ترباق وبراحة قلنا خلي طب ايّابة خلصنا من هذا الموضوع وراح الروح ل��니다 ونروح إلى الإضافة الأولية ايّابة شلن هاي الإضافة الأولية явام صحيح عدنا انتها الإضافة الاولية بساعد شلنها الإضافة الأولية ماذا نتwh yachof تركزيني أولا شل منطوق السؤال؟ ماكو منطوق سؤال بس نقدر نقل لكم انه هذا يأتي في السؤال الثالث فرع فرع الإضافات هذا الموضوع يجينا بالسؤال الثالث فرع الإضافات خلطيق لكم عينة حتى تشوفوه ومثل ما قلتكم قلت لكم ماكو منطوق سؤال السؤال الثالث هو مثل هذا شوفوه شبيه هذا السؤال؟ رح يقل يابا لعفو لايك صارت ديس لايك ضفنا لها ديس لايك صارت ديس لايك طيب الليقل شبيهة رح نضيف لها آي أل ليش أستاذي هنا ضفنا ديس وهنا ضفنا آي أل هسا تعالي ندرسها ليش الموضوع اسمه الإضافة الأولية طيب والله افتهمنا لها ضلت لح أستاذ سؤال فينا شلي هاي الإضافة الأولية بس خلطيق تتعدل الحاسبة شلي هاي صديق تتعدل شلي هاي صديق تتعدل أي عضو مشكلة ما حزبكات تعلق كذا ما هذا شسمه صديق تتعدل شلي هاي صديق تتعدل اشتركوا في القناة شكرا اشتركوا في القناة المشكلة بالحاسبة فين يجي هرسل لا ترزغل افت مرة اي اعتد ربعتكم طلاب لكن قاعد نسجل هذا الفيديو وهذا الجوجل فقاعد يثقل الحاسبة نرجع السالفتنا طلابنا الاعزاء وش عدنا هنانا عدنا هاي اللي قاعد يشوفوها قدامكم بس قد تطلح والله العظيم بحثنا اليوم ايابا شكوا عدنا ذني ماضيع يصيحولهن الاضافة الاولية ايابا شين هاي الاضافة الاولية تعرف الفهمكم على هاي الاضافة عدنا هنانا كلمات هاي اليوم تاخذ الـ والـ 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 هاي الـ تاخذ اللايك والـ 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 طيب استاذ في السؤال نعم اسأل اذا هذا الحج كله ما ايجه هذا الحج كله ما ايجه كالعاتي نسأل مشكلة دقيقة طيب عدى ذلك نخلي بالـ المن للعادة نسأل المن للعادة المن للعام والـ المن والـ المن المن الـ والإيل ونخلي U-N المنيابة نخلي U-N إلى H-U-F-I أنا أحب أسنيها هوفي أستاذ ها ترى ما أفتهمني حسن راح نجي نفهمك على حسب الأصول وآنا الممنون تركزوا يعني إذا لقينا U-N العفو إذا لقينا واحدة من ذن الكلمات الثلاثة نخلي لها U-N إذا لقينا واحدة من ذن الكلمات الثلاثة نخلي I-N إذا لقينا واحدة من ذن الكلمات نخلي الهدث وإذا ما لقينا راح أخلي I-L لل-L I-R لل-R I-M لل-M وال-P I-N لل-D وال-E U-N للهوفي أخينا مثال أستاذ أخينا مثال عليها تعال مبسطيك مثال أطيك مجموعة أمثلة هذني الكلمات أنا عايفهم بدون حلول حتى شنو حتى نتدرب عليهم نجي نشوف شبيهن ذن إستاذ أنا قللك شبيهن إنان إش عندي آمي عندي كلمة correct correct موجودة بالجدول is that إذا نحط لها I-M صارت incorrect خش نروح للثانية الثانية هاي الأفشة موجودة بالجدول لا ما موجودة بالجدول إذا ما موجودة بالجدول بيا حرف بدت والله بدت بحرف ال-E وإحنا قلنا إذا لقيناها بحرف ال-E نخلي لها I-N إذن هنا راح نخلي I-N طيب اكتب مرة ثانية لا لا اكتب والله اكتب اتدرب ما ده شيء نجي على هاي الثالثة هاي الي وجول موجودة بالجدول لا ما موجودة بيا حرف بدت والله بدت بحرف ال-U وإحنا قلنا يابا هاي ليه شي شيء هاي وإحنا قلنا يابا إذا الكلمة بدت بحرف ال-U نخلي لها U-N إذن هاي ما دام بدت بحرف ال-U راح نخلي لها U-N طيب نجعل وراها هاي الدبندت موجودة بالجدول لا خب يا حرف بدت والله بيحدد بحرف ال-D وإحنا قلنا إذا بدت بحرف ال-D نخلي لها I-N خلينا أكثر عليكم بعد أكثر تحملونا نجعلها هاي الجملة شنو هاي الجملة يابا قدنا كلمة moral موجودة بالجدول لا إذا ما موجودة بالجدول نشوفها بيه وين بيه من بدت والله بدت بحرف ال-M وما دام بدت بحرف ال-M نخلي لها I-M بعد عدنا كلمة fortunate موجودة fortunate ما موجودة زندنا الهدف بدت بحرف ال-F إذا نخلي لها U-N وهاي ال-Polite أيضا ما موجودة بالجدول بدت بحرف ال-B I-M هاي ال-Convenient موجودة بالجدول نعم موجودة بالجدول نخلي لها I-M وهكذا احنا راح نشتغل على البقية بنفس الطريقة ما يحتاج ناخذ أمثلة أخرى لكن هي هاي الطريقة اللي نمشي عليها فراح أعيدها مراجعة سريعة هذن الكلمات الثلاثة نجمع ال-U-N هذن الكلمات الثنين تجمع ال-I-M هذن السبع كلمات تجمع لقينا هين خيرا على خير ما لقينا هين أشوف الكلمة إذا بدت ب-L نخلي لها I-L وإذا بدت ب-R نخلي لها I-R وإذا بدت بال-M وال-B نخلي لها I-M وإذا بدت بال-D وال-E نخلي لها I-N وإذا بدت بال-H في نخلي لها U-N هذا هو الموضوع ولازم ينحب طيب أستاذ نحن نريد مثال وزاري خوش أنتم تحبون لين أكثركم يحبون سنة 2022 تمهيدي فراح نروح إلى سنة 2022 التمهيدي حتى نشوف هذا الموضوع شلون إجانا هاي الجملة اللي إجت لا ما إجت ما إجي هذا الموضوع لا لا إجي 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 أنا غلطان أنا غلطان هذا الموضوع إجانكم هاي الجملة اللي إجتكم شتقول يا با هاي الجملة تقول مثل ما شوفون قدامكم المورال حطينا لها I am الفير موجودة بالجدول لا بها حرف هذا الفير بالأف وإذا بدت بالأف نخلي لها U N إذن هنا أنا راح أكتب U N unfair نخلي لها أنفير بالمناسبة أنت من تخلي الإضافة تكتب الكلمة كاملة من تخلي الإضافة لازم تكتب الكلمة كاملة هذا الموضوع الثاني فهذا نسأل الشباب الشباب إلى ورود الذهب منو عنده سؤال إبهاء اليوم اليوم الحاسبة غادرة بينا غادرة مو طبيعية هنا أنا نجي رتبها أي فهنا اليوم نجي نسأل الطلاب الذهب منو عنده إشكال خليك تبنع حتى نشوف أول مجموعة هي مجموعة الزهراء وعلي عباس ورقا يالله منو عندها سؤال لا أفتح لكم المايك تفضلوا ما حد يحتي معناها ما أعدكم سؤال وين نروح للمجموعة الثانية بيها وسام أو نحو حلمي بس أين اسمها؟ أوكي منو عندها سؤال ما أعدكم سؤال بس هنا كاتبين رسالة كتاب وين نروح نروح إلى المجموعة الرابعة وفيها الخير والبركة أه منها أعد سؤال؟ أستاذ أنا أعد بسؤال أتفضل يا طيال أستاذ أنا أستمعنا مثلا يجينا يوالن يعني هاي كلمة الهاز يعني أي حرف يجينا منوعدها لا 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 اول حرف بالكلمة يعني مثلا يجينا F I U H لا كون اول يعني شوفوا يعني اهنان اه ورا هذا اهنان شوفوا يعني اني هس اه اه اني مثلا هاي موجودة وهاي اهنان اول حرف هاي الاضافة اللي احنا ضفناها هاي شرحت يجينا السؤال اول حرف شنوه ال E يعني ما لعلقة بقيت الحروف بس اول حرف E اذا لجينا اول حرف E نخلي I M تابقى عن قزة عن مجموعة الاخيرة مجموعة الاخيرة الهاض ها اي 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 اذا اني حرف اي اذا اني مو واحد H U يعني اي حرف يجينا من عديد اي حرف يجينا بالبداية ايه هو قزة على هذا نعم على راسي رحم الله والديك رحم الله والديك اوك منعدى بعض السؤال بها المجموعة معاكو خلينا انتقل الى المجموعة الاخرى اي اهنان المجموعة الابطال منعدى السؤال ما عاد بها استاذ لا ازم الى المثال ووراها احنا نحل على المثال ما يجي منطق سؤال اي هو صح استاذ هاي الكلمات اللي كتبتها بالجدول يعني تتكرر بالوزاري لو يجيبوه وغيرها اللي بالجدول ذن شواذ لازم يجيبوه النصا أما خارج الجدول تتبعين القاعدة اذا جدتش كلمه من خارج الجدول تتبعين هاي القاعدة زين هم يجيبوهنا شواذ من خارج المنهج لا ما يجيبوا لكم شواذ من خارج المنهج يجيبوه لكم حسب القاعدة من خارج المنهج شكرا استاذ 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 بannie زحم عليك إذا انت منطينا الحرف M اللي تأخذ ال M وال P إذا الكلمة بدأت بال P هم نخلي لها M يعني مو شرط بس نخلي الأوم يعني انت قصدت الحرفا إذا جنة بدأت مو أوم مو أوم أي حرف من يعني شوفي راح أطيش مثال البولايت هاي البولايت موجودة بالجدول لا إذا يا حرف بدأت بال P إذا بدأت بحرف P فاش راح أخذ راح نختارها M إيمبولايت مثال آخر مورال كلمة مورال موجودة بالجدول لا إذا بدأت بال M إذا بدأت بال M نخلي لها I M شكرا إشكا من عندما بعد السؤال حتى ننتقل لا موضوع آخر ماذا سؤال؟ خادماني فضل خارج الموضوع خارج الموضوع سؤالي موضوع موضوع أستاذ أستاذ إذا بدأت بالجدول يعني إذا بدأت بالجدول إذا بدأت بالجدول إذا بدأت بالجدول شكرا أستاذ شكرا أستاذ شكرا أستاذ شكرا أستاذ أنا جيت متأخرة أريد فهم ما سالفة الجدول أو خارج الجدول أنا قاريتهم وأعرفهم بس أريد أخذ طريقتك لأن أجمعني بعين بعين بعيني هنا ما لأعيد الموضوع ما رح أعيد الموضوع لكن نحن نسجل فيديو وراء ما ننشر وراء ما نقلص المحاضرة بساعة أنا أزل لكم الفيديو وياه منفة الPDF أوكي هس راح نسد المال شكرا أستاذ أستاذ نقدر نحفظ بس بالجدول مال ونعوف هذه يعني الباقيات تحفظين الجدول وتحفظين القواعد لا يعني أقصد أحفظ بس مال 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 بس هنا سبع كلمات ليش طويلة مو هاي يعني نقدر نعتمد على الباقيات هاي نعتبرها مجازفة قاعدة تجازفون والله الأفضل أنه ما جاء أستاذ مكتبات جواب جواب أستاذ اللي أتشرحهم من المنخص المرشح المنظمة نزلتها BDF نعم يعني إذا أطبعها وأدرس عليها مع المحاضرات اليومية تكتيني كل الإشكاف وزايدها نعم شكرا أستاذ هاي نعم شباب سنقوم بسد المايك وحتى هاي جواب فضل أستاذ مرخصتك يعني إذا نلزم سحبناها BDF يعني بعد عادي نعتمد عليها هاي أكيد شكرا أستاذ حسنا شباب سدينا المايك وحتى ننتقل إلى موضوع آخر ما هذا الموضوع هذا الموضوع اللي راح نأخذه هس خلينا نأخر ذنة على صفحة الموضوع الوراء يصيحون هن أدوات كمية هنانا أريد طلابنا الأعزاء شوية هذا الموضوع اللي راح نأخذه شبه يأتي في السؤال الثاني اختيارات يعني شنه يأتي في السؤال الثاني اختيارات يعني ما يكو منطق سؤال فإذا سئلون على منطق سؤال سؤال منطق سؤال ما يكو طيب ما يكو منطق سؤال قبل ما بعدك خلينا لا رازل إن شاء الله يوم الأحد بالليل بحية لله نكملهم ها رحمة الله إن شاء الله طيب هناني شباب قبل ما نبلش بالموضوع عدنا مشكلة خير استاذ شنه هاي المشكلة المشكلة يوما بيها إنه بعض الطلاب شبيهم شو أنا أوصف لكم ماكو طريقة سهلة أوصف لكم لكن بعض الطلاب دارسين المعدود والغير معدود والمعرض شنو هذا المعدود ما يحتاجن ما تحتاجن ما تحتاجن إحنا عدنا مني وماتش وعدنا أفيو وعدنا أليتل أيب ويش بيه نذني هذني الأدوات يجنكم على شكل اختيارات ماتش شلون فرق بيناتهم المنتجين مع الجمع والمتجين مع المفرد استاذ أوقف استاذ أوقف استاذ أوقف ها يابش بيك الفيو هم تيجي مع الجمع واللتور هم يجي مع المفرد شلو نميز بيناتهم هذن الثنيا لازم يجي قبلهن لو نط دورات يجيبوها أكثر شي يجيبوها مختصرة لو تجينا نط لو تجينا كلمة how أسوأ عادي قيل إيسا في حالة السؤال والنفي لا ما ريد سؤال ونفي لا تحفظ له شي أريد ذن الكلمتين بالذات الhow والنط فإذا لقيناهن ولقيناهن جمع راح نخلي مني وإذا لقينا جمع بس ما لقينا ذن الكلمات نخلي أثيو الماش كذلك هم ما تنتجوا ياها زي أستاذ سؤال ها يابا أسئل شلو نميز بين الجمع والمفرد علمعنى أمش عليكم مدر منه لا قل لي علمعنى ليش أستاذ أريدك تميز من خلال أس الجمع لقيت أس الجميع جمع ما لقيت أس الجميع مفرد استاذ شلون وأكو جمع الشواذ نعم جمع الشواذ الموجود عدكم بالكتاب كلمة واحدة فقط اسمها أمش عليكم الحسين ممش عليكم مدر منه بس ها ممش عليكم منه بس خلال نشوف منه آياد علاوي بس حفظوا لي هاي هي هاي جمع الشواذ اللي عدكم بالكتاب ما عدكم غيرها قبل ما عدكم غيرها خيب تعالي بس خلال نتفاهم اهنانا ما لتخلوها هيش لا ما ترهم فلازم اش نسوي نجيب أمثلة ونشرح عليها خلينا ناخذ هذاني ايه هاد الحد هنا كل مش كاف حدنا حالة نادرة ما راح نضطرق لها اللي اشياء لين ما راح تستفادوا معدها تعالي يا قليبي خلينا نفهمك هذا الموضوع مثل ما قلت لكم راح يجينا اختيارات خلش فتعالوا هاي ليش 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 هذا الموضوع يجينا اختيارات عن اللي يتهمني الكلمة الوراء الفراغ والكلمة القبل الفراغ شبيهني يا قليبي الكلمة الوراء الفراغ تايم مفرد هاي التايم مفرد وبيها ناقص طيب اذا انت عندك مفرد وبيها ناقص ش راح تخلي لها راح تخلي لها ماتش فهنانا بالفراغ راح نخلي ماتش خلينا ماتش على حسب الاصوب ما بيها شي رقم اثنيا مني هسه واحد يقول لستاذ مني معناها جميع يا بشان المني جميع يعني معناها اموال هواي وما دام اموال هواي والله هو حتى اللي عنده ربع يقول عنده فلوس هذي يعني اللي عنده ربع عنده فلوس يش سميتها هواي قليبي شنو المفرد مال تل اموال بس يقل لي مال شاء المال هم جمع حبيبي كل كلمة ما بيها مفرد يتعاملون وياها كأنها مفرد خليها بغالك اذا هاي الكلمة احنا نقيسها على الاس بيها اس جميع لا اذا مفرد خش قبل الفراغ اكو واحدة من ذني لا استاذ ماكو اذا انت عندك مفرد وقبلها كل شماكو فراح نخلي لتر ساد ها عيد 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 تعال عيد كلمة تايمز بيها اس جمع يعني جمع قبل الفراغ لقينه هوا فاذا لقينه جمع وقبل الفراغ اكو هوا اذا راح نخلي مني هاي المني بعد عيدنا هنانا مار فروت مفرد وقبل الفراغ كل شماكو اذا عيدنا مفرد ساد ها شبيك بويه ساد مو كلمة مار معناها كثير ايو اذا كثير كثير يعني جمع منو قاللك عيني لا نسوي له هيد شي احنا نقيس على اسمات جمع اكو اس جميع جمع ماكو اس جمع مفرد اهنان هاي المور فروت بيها اس جميع لا اذا مفرد قبلها اكو واحدة من ذلك كلمات لا اذا مفرد وكل شماكو قبلها الان نخلي الانتل وهاي الانتل نكمل نبخر هذا السطر كلمة space مفرد ما بها سيد جمع مفرد والله مفرد وقبلها لقينا نات شوفوها هاي النات فاذا عندك مفرد وقبلها اكو نات اش راح تخلي بويه اوه نخلي موتش وهاي احنا خلينا موتش اوه احنا خلينا موتش عدنا عداوياه هاي البيبل اللي احنا نسولف بيها هاي جمع شواذ نبهتكم عليها قبل الفراغ لقينا نات اذا عندك جمع شواذ وبيها نات اذا عندنا جمع وبيها نات اش راح نخلي راح نخلي مني وهاي المني زين نسألوا هاي هاي ايدك تتركها هاي حالة شاذة وانا متكد مليون بالمئة ما تجي تحبوني الوزاري كاتلينو راحكم علي تعالوا خلنشوف الاسئلة الوزارية وهذا الموضوع جانا سنة 2021 واحد وعشرين سنة 2021 جوابوه مرتين مرتين بنفس الاسئلة وهس راح ناخذه بس خلن نبقاها ان شاء الله اه وين راحت يلا خلينا نخل هاي ما جامع جتنا بالدرب هاي الجملة جتنا فانش اسوي راح اسكت لمدة نص دقيقة حتى الطلاب يكتبوني الجواب اشتغل الباب اشتغل لبقد فانش اشتغل حسنا يا شباب هناكم فرصة خلينا نجي نشوف كلمة تايم مفرد أنا عندي لتل و فيو يا هو من اللتل و الفيو يا جماعة المفرد اللتل إذن جوابي لتل أوكي بعد مثال تدللون شباب بس احنا عندنا قلت لك سلام للسنين اللي هي فراحت سيدي القاهة اعتقد بالالفين و عشرين والله نسيت يا سلام ايه هاي لقناه يلا شباب هاي قدامكم والابطار راح يحلوها يلا يعيني تفضلوا تفضلوا بيت بيتكم بيتكم شباب 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 شاب شباب طيب واهنانا عم الشاشة شغالة اهنانا شغالة ماكش ياهي واكفة الشاشة مالتها اهنانا ماكش شاشة واكفة اهنانا الابولز جمع واني منطين اختيارين ماكشو ماني اهي اللي تجمع الماني الان جوابي ماني وآخر جملة خلينا نجيبها من الوزاري حتى ما تزعل علينا هاي الجملة مالت الوزاري يلا هم نقطيكم مجال وتقلنونا شنو الجواب راح نقطيكم نصف دقيقة هاي 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 اوكي نقراها قبل ما نبلش استاذ ما يطلع عندي خادمي الحسين معناها عندك انت عندك مشكلة انت مو يمنح اوكي شباب فهنانا شبابنا العزام من عندك سؤال استاذ يعني احنا بالنسبة جمعة المفرد نباور ورا القوس نشوفه بي اسلولة ورا القوس وقبل القوس اه يعني ممكن يجي قبله وممكن يجي بعده نعم نعم اعيني طار تتفضل تحكي على اسم على الفعل الفعل يعني عبال هاي يجي قبله ويجي بعده الفعل بس بعده احنا اصلا ما عدنا فعل احنا نتكلم عن الجمع والمفرد احنا نباور قبله احنا نباور قبله احنا نباور قبله بس على الهو والنوت اذا ماكو نختاره فيه تمام احنا استاذ بالجملة بالجملة نقدم نعتمد علمي بدل المالي بما انه اكثر يعني الطلاب يغلطون بالماني عبال هم مفرد لو جمع فنقدم نعتمد عنه لان هو دا يقول لك هل تقرضني خنشوف الجملة الثانية لا مانا علاقة بيها ولا علاقة بيها ولا يمنها هاي هاي لنت ابد ما لها علاقة بالموضوع شغلي هنا بالماني يعني عبال ولا غير كذلك نفسه لا 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 وراء هنباوع لعد وين يجن لا اثنين هن يجن سوى ما يجن سوى لا اثنين هن يجن سوى ما يجن سوى لا اي وحدة من عدهن تجي لازم قبل القوس اي وراء اذا اجي بعد القوس بي اس او بدون اس وقتها راح نقرر احنا شلو نختار بطلة دقيقة اصلا اكبر من عدوان قاعد اقل لش بطلة لا لا اقل صغيرة 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 منك اقل قد اصلا استاذ عندي شي مبسط على هذا الموع يا ريد يعني اكله البسيط لالif you والمني نميزها عن هذه النيتشارة اه اف you ابلس او بيبل اصر ابلس او بيبل كيف وحد يلحنها حتى الابولس ترمز اللي يعني اي كلمة بيها S معناتها جمع والبيب والحمين معناتها جمع غير هذا نختار البغداد زين ودا جابه خارجيه نحط مونايا ونخنط وظل افتروا بيت بغداد وصوحوا أنه نايا قريبة علي تكسب بل فينر كبير أستاذ يعني حسنا ومعروف الوزاريات كلها هيت لا لا أكو اكو خارجي تأتي تشيلدرين اريد شرات التشيلدرين. أستاذ ممكن سؤال بالكتاب أتنظر فتبه بادينا أين أبو The Edge ? أبو The Edge ? أتنظر لنا POW. نعم The Edge ? أبو The Edge ? أبو The Edge ? أجل نعم سؤال ممكن؟ اذا لا زاخنا صحنا عدنا كل أنت و لها جميل مواضع يعني كل أنت التساعد تشرحنا مثلي الامتحان لالانتحان تتحفظ منطق السؤال و تعقل منطق السؤال وتحللين عنها منطوف السؤال ما لك علاقة هذا بيونت الأول ويونت الثاني ما لعلاقة هذا زي اليونتات كلية نفس المواضيع بس يعني لو يونت يختلف على يونت بس انت ما تشتغلين هزا اسمع السمع اليونتات ما لنا علاقة بيها اليونتات ما لنا علاقة بيها رجحة شي لا كل يونت بي مواضع هنا نشرح هاي المواضيع هنا أنا وزيز قال يابا كلمة فيت وأقيس هاي ليس بيها السيد جمع وتاث هي توث كاتب ليها نجمع الشواذ وكنهم غلط هذان الشواذ ما موجودات بالكتاب يعني غير هنم موجودات بالكتاب حتى نشرح عليه هين الشواذ خارج الكتاب هواي بمئات الكلمات معقولة درس الكائن كلهن سوف نستطيع تخطي الماء أستاذ انا فقط لدينا البيبول اللي هي شادة نحط لها مينة اسمها البيبول اوكي بايبول ها هل سموها سموها هيا إذا أجدت مور وراء القوس مور مو كلمة المور مو كلمة أصلا شباب 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 يعني إذا كنت خلص 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 شوفوا شباب عيني عيني شوفوا شباب عيني عيني هنا عندنا كلمات هاي مو كلمات شلون يعني هاي خليني نكبرها يعني أستاذ موقع طلاب تنتبه الكلمة مور إذا ما بيهز تختار مو شوفوا 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 عندنا هاي كلمة الـ والـ والـ والمور والـ 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 و والـ 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 و voila كلمات النائج ماذا ذنّي؟ مو أكثر الطلاب تنتبه للي وراء القوس رأي ذنّي واسرة هذا الشاب المتوسطة والابتدائية اشترسوا لكم هذنّي مو كلمات شايابة شنّ ذنّي؟ هذنّي تجي مع الكلمة يعني my father هاي الماي مو كلمة الفاذر هاي تجي وياها كلمة كاملة معناها أبي كلمة وحدة خوش احنا نشتغل على الماي لا ما نشتغل على الماي يعني هاي الماي إذا إجت مياها my أو there أو مهما يكون هاي مو كلمة والمار مو كلمة هذنّي مو كلمات هذنّي تجي ملحقة مع الكلمة مشكور أستاذ بل خدمة السؤال ترى عدي مجانع ثانية خلنا نروح لهم شوية استعجلوا بالأسئلة ماتشوعة لطلع همين يجي نفس الشيء أستاذ نفس النقطة ماتشوعة لطلع ايه يجي نفس النقطة ليش لا عدد هسا راح يتطلع بلين شون شون ما يزيق ترجم ماتش أو لطلع شون ما يزيق هما يزيق شون ما يزيق تجي مع المفرد والمش تجي مع المفرد ايش لونا تميز بياناتهن تميز بياناتهن إذا لقيت نت و هاو راح تخلي متش و إذا لقيت النت و هاو راح تخلي لتل هاو يتميز بياناتهن خلال هذا الموضوع أسا راح أسدني المايك حتى نشوف بقية المجاميع أعتذر من عندكم أستاذ لو سمحت شو يستعجلي إيه أستاذ أنا أعجي هنا نكتب يعني أسقاريب غير شي عدي ذا السؤال يبدي أداة استفهام فهذا خلي لمور يعني جمع كاملي كاملي يعني إذا مور إذا اثنين أدوات جمع و عدي أداة استفهام فأخلي آني مور أجمع هاي الطريقة هاي الطريقة ماتش دابطتها يعني إذا أداة استفهام هاي انت ضابطتها لو ما ضابطتها والله أنا بالامتحان لا والله بالامتحان شون أخربط يعني أنا أحفظ ما دام تخربطين ترحين للمطبخ بجي بلتش و للاقيا سواء كد حطيني معلومة بها و عدتها بالشارع يعني انتي قاعد يليلين عندي معلومة ما ما دام تقولي عندي معلومة قاعد أقرب بها و لم يضب يعني ليش م شلبة بها أدري ما جابتها وريث ما افتهمت لا أستاذ مخاف يعني الصحيحة هي هاي وانا أفهم لا هاي بطتشياها هاي أضبط من عدها وأصح وسهلة يعني بس لها وانوت طلاب سدية المايك حتى شوف بقية المجامع خطية منتظرين وخنشوف المجموعة الثانية من عنده سؤال هنا اعتذر تأخرت عليكم من عنده سؤال شباب هنا نعم زهرار طادي الأفيو والليتول من هميجوا يا هنفي أفيو وليتول بكتابكم لحما يجي خارج المنهج بالجامعة تأخذون بكتابكم داخل المنهج مالتكم وزاريا لحما يجي اوكي اوكي شكرا من عنده سؤال بعد بهذه المجموعة بس دار بس بخصوص الملزم وما تتاك اي يعني اقدر اصحاب هيلو اتبني بالمكاتب وين هلج اقدر اشتريها وين هلج انا بالحلة وين بالحلة وين بالحلة يمشريفة هاي يمشريفة على شرعة 8 يمشريفة همصر بالحلة اكون مطبعة بالحلة بس خلنا نشوف شسمها استغفر الله بالحلة وين رحت استاذ يعني لقد تلخيص ماتك تلخص لنا يا رو ايه اكيد نفسي بقى مصطفى 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 وين رحت يا مصطفى مطبعة اهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه سجلي الرقم يمج سجلي الرقم يمج سجلي الرقم يمج سجلي 0782 اي 76 76 43 109 مطبعة مطبعة الثقافة مطبعة الثقافة البارحج اوه اوه يرى أنه سوف يجاب من عنده مائة نسخة بعد ما أدري عنده و ما عنده هو يسوي عادي سؤال المجزمة مالك لا ما عدي مكتب مسارفة بالموصل إذا ترديد التسع بيها الطشا بيدي أفوت تسع بيها صحيح ما سنصير مرتبة مثل الطبعة نعم سيئ نعم جواب اي اكيد خطت المحاضرة عدنا بس عافية تالب كلب اللي توفره خلينا شو هسه هاي اسئلة سويلونيها على الخاص بعد يوم من عنده سؤال في بالموضوع اوكي مادام ما اكتب سؤال راح نسد سعب عائشة في ذا الله الله نروح للمجموعة الثالثة خطيئك بيها واحد قاعد لا والله اثنين صاروا من عنده سؤال فاطمة وسام العفو مو اسام استاذي جات متأخرى اني ما ادرب الموضوع خطيئ والله المهم سجلناها فيديو قدري تراجعيها على شكل فيديو وسام ما عندك سؤال وسام وين نروح للمجموعة الاخيرة رقية خطيئها قاعد هنا ايه رقية ما عندها سؤال رقية يابا احنا متعودين من نبطيكم نبطيكم قطعة فاليوم خلينا ناخذ قطعة شنو هاي القطعة اللي راح ناخذها قطعة اللي ناخذها قطعة مصطفى لازم ناخذ النوع قواعد وقطع قطعة مصطفى مباشرة فالسؤال الاول يقول لماذا مصطفى مرتبكا لماذا مصطفى مرتبكا مصطفى مرتبك العينتين ليش لأن لأن أمه لم تأتيه لأن أمه لم تأتيه لماذا أم تفعل كل صباح توقفه توقفه وراث مصطفى مصطفى وجد أمه مصطفى وجد أمه في غرفة النوم زين كيف حاول أن يوقظها بحزها وندائها كيف حاول أن يوقظها بحزها ونداعها بس هاي هزها إذا كتبتوها صح المقطع الأخير ناخذ ثلاث مقاطع اليوم ماذا الأم تعاني؟ الأم مين تعاني؟ تعاني من الدايباتيز السكر مصطفى أزمذر أم مصطفى سفر ارتفاع ضغط الدم خطأ مصطفى أزفذر أبو مصطفى لا يعاني من الدايباتيز صحيح خطأ لأن أبو مصطفى لم يعد سكر السؤال الوراء لماذا؟ لماذا؟ ليش فقدت الوعي؟ لأن السكر في دمها هبط المصطفى المصطفى هنا لدينا سؤالين هذان السؤالين خلوات ليش لأن جوابهم واحد يقول ماذا يفعل مريض السكر كل يوم؟ يأخذ الإنسولين وكيف يسيطر على السكر في الدم؟ أيضا يأخذ الإنسولين هذان ثلاث مقاطع أريدكم تحفظوها لا تنسون طلابنا أن باشر الساعة السبعة محاضرتكم سيتوقف هنا وهذان إن شاء الله باشر السبعة سنتنزلكم بيهن أسئلة وأيضا الأسئلة كل يومية تنسد يعني ينتهي وقت الامتحان الساعة بالستة ضبط المحاضرة توقفت لهنانا فهنانا خلق